للمرة السادسة بيكون الأهلي جزء من كس العالم للأندية واللي حتقام المراضي في قطر بلد فريق الدحيل اللي حيكون أول منافسي الأهلي في المطورة الدحيل بطل الدوري القطري سبع مرات أخرها الموسم اللي فاته وده اللي أهلهم للمشاركة في كس العالم للأندية في النسخة دي لعب للفريق نجوم كتير زي يوسف المساكني والكوري تايهينام والجزائري مجيد بقرة والكرواتي ماريو مانزوكيتش والمخضران سيباستيان سوريا المدير الفني الحالي للفريق هو الفرنسي من أصل تونسي صبري لموشئه مسك الفريق أكتوبر اللي فات لعب معاهم 12 ماتش فاس في 7 وتعادل في ماتش واحد وخسر 5 ماتش وبيحتل الدحيل حاليا المركز الثاني بـ 28 نقطة خلف السد المتصدر بـ 41 نقطة يعني فرق 13 نقطة بعد 15 ماتش بس لموشية الغاد بالوقتي ماستقرش على الخطة المناسبة وبيغير الخطة أكتر من مرة خلال الماتش الواحد بس النسبة كبيرة حيلعب قدام الأهلي من بربعة 2-3 واحد اللي اعتمد عليها في 36% من الماتشات اللي درب فيها الفريق بيضم الدحيل لعيبة كتير ممتازة أبرزهم الجناح البرازيلي إدمالسون جونيور ومهدي بن عطية المدافع الدولي المغربي والمخضرم المعز علي اتعاقد الدحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي فاتت مع لعيبة كتير أبرزهم الجناح البرازيلي دودو إعارة لمدة نوسم وخلال فترة الانتقالات الحالية اتعاقدوا مع لعب الوسط الإيراني علي كريمي والمهاجم الكيني ميشيل أولانجا هدف الدوري الياباني أبرز نقاط قوة الفريق هم الجناحين إدمالسون جونيور ودودو دودو أكتر لعب متحرك في الفريق وبيتحرك في الملعب كله مهما كان مركزه على الورد ودايما بيعتمدوا على خلق المساحات عن طيق سحب المهاجم للمدافع وإنه يفضي مكان وراه زي اللقطة المعز علي تحرك لبرة وسحب معاه المدافع رقم 13 وفضل مساحة لإدمالسون جونيور إنه يخش ويسايد نفس الأمر اتكرر في لقطة تانية لنفس اللاعبين دودو من الشمال بيلعب عرضية بيتحرك للطرف المعز علي وبيسحب معاه المدافع وبيفضي المساحة لإدمالسون جونيور وراه اللي دخل وسجل زي ما قلنا الفريق بيعتمد على الأجناحة في الهجوم ومش بيعتمد تماما على الظاهيرين وبالتالي بييجي دور لواحد من لعاب الوسط اللي يزيد بالكورة مع خلخالة تحركات الخزن عن طريق رباعي لنا يعني الفريق بيهاجم من خمس لاعبين بس مع زيادة لعب الوسط بيتحرك الجناح للطرف وبيفضي المساحة للمهاجم أنه يتحرك المساحة الفاضية في اللقطة دي دودو المتحرك بيلعب الكورة للمعز علي اللي كان على الطرف وخد المدافع وراه ورجع المعز الكورة لدودو اللي لعبها لإدمالسون جونيور في المكان الفاضي وانفرض وسجل للدحيل فريق الدحيل قوي جدا هجوميا سجل دودو عشر أهداف في خمستاشر ماتش وسجل إدمالسون عشر أهداف في حداشر ماتش والمعز علي شارك في خمستاشر سجل ستة حتى الوافد الجديد ميشيل أولانجا سجل هاتريك في آخر ماتش في الكاس وده اللي خلنا مشاية يعتمد على أولانجا في مركز المهاجم وغير دور المعز علي إنه يرجع يلعب في الثلاثي اللي خلف المهاجم خلال آخر خمس ماتشات في يناير سجل إدمالسون سبع أهداف رغم إن أهدافه المتوقعة كانت 2.97% نفس الكلام لدودو اللي سجل أربع أهداف رغم إن الأهداف المتوقعة ليه كانت 2.49% ووراهم أولانجا رغم إنه لعب وقت أقل وواضح جداً مفيش أي تسديدات تذكر لباقي اللاعب عرضيات دودو إدمالسون من أقوى أسلحة الفريق ودايماً بيلعبوا القراط لبعض من اليمين للشمال والعدس بنفس الطريقة اللي بيتم خلخالة الدفاع فيها اللي اتكلمنا عليها من شوية أخطر مناطق الفريق هي الثلث الأخير من الناحية اليمين 29.7% والشمال 27.5% ودين بيتركز فيها عدد المروغات الكبير برضو عن طريق دودو وإدمالسون ولو بصينا على المروغات حنلاقي أبرزها دودو وإدمالسون الفريق مش بيعتمد على الركنيات بشكل كبير لكن برضو بتتلعب عن طريق دودو وإدمالسون لو من الشمال بتتلعب على القائم القريب لبنعطية أو أولانجا ولو من اليمين بتتلعب في حل المروغات لغاية دلوقت ناموشية ما استقرش على التشكيل الأساسي لكن زي ما قلنا في الأول أنه بيغير التكتيك خلال المطش أكتر من مرة قدام الأهلي غير التكتيك أكتر من مرة خلال المطش وقدام السد نفس الكلام التشكيل المتوقع للفاين سلوح زكريا موسى في حراسة المربع بسام الراوي ومهدي بن عطية البند فاهم وعلى اليمين إسماعيل محمد وعلى الشمال سلطان البريك وفي وسط الملعب الثنائي علي كاريني ولويز مارتن جونيور قدامهم الثلاسي إدمالسون جونيور ودودو والمعز علي وفي الهجوم ميشيل أولانجا موجود على الدكة أحمد ياسر في قلب الدفاع وكريم وضيف في وسط الملعب وعلي عفيف بك شمال ومحمد منتاري في الهجوم الخط الدفاعي أول نقطة ضعفة عند الدحيل هي قلبين الدفاع اللي أتنين بيلعبوا بالرجل اليمين يفضل دايما قلب الدفاع ناحية الشمال إن يكون بيعرف يلعب برجل الشمال عشان التغطية على الزهير الأيسر بسام الراوي وبن عطية مش بيجيدوا اللعب بالرجل الشمال عشان كده ممكن يعتمد على برعطية قلب دفاع يمين وأحمد ياسر المحمدي قلب دفاع شمال لإنه بيبني الهجمة كمان حتى الشمال بشكل أفضل النقطة التانية السلبية هي العدد الهجومي بيكون قليل زي ما قلنا قبل كده المهاجم والتلاتة اللي تحته هو واحد بس من خط النص اللي بيشاركه في الهجوم قليل جدا لما بيشارك لعب الوسط المساند أو الظاهيرين وده لأن الفريق بيعتمد على نقل الكورة السريع والهجمات المرتبة فلو عايز الأهل يقلل خطورة الدحيل لازم يمنعه من النعب السريع ولازم ما يلعبش على الاستحواز لأن الدحيل خطير جدا في الهجمات المرتبة على عكس الأهل اللي ممكن معيبة كتير تشارك في الهجمات سواء معلول أو محمد هاني أو السلية أو ديانج أو حتى أيمن أشرف قلب الدفاع نقطة السلبية الثالثة هي الارتداد الزيادة من سناء الوسط كريمي ومارتن جونيور بيدخلوا أكتر في حضن الدفاع وبيبقى فيه مساحة كبيرة قدامهم ممكن الأهل يستغلها في التسديد خاصة أن الرباع الهجومي مش بيرجع السلبية الأخيرة للدحيل هي أن المنافس يقدر يتحرك بين الخطوط ويستلم وده بيخلي المدافع يضطر من قبل اللعب لاستلم الكورة ويفضل مساحة وراء في المجمل الماطش مش هيكون سهل خالص على الأهل لأن الفريق هجوميا قوي جدا وكمان الأرقام في مصلحة الفريق القطري مقابل بطل إفريقيا الأهل يقدر يفوز لكن الفوز مش هيكون سهل إطلاقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر